موسيقى كنا نحب بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم دواك في الطبيعة كما تشوفوا نحن اليوم نتواجد في مركز بيو ايرب للعلاج الطبيعي عند عثمان باش غادي يعطينا وصفات لحب شباب تتعرفوا عبناش كتجي هاد الحب شباب شو الأسباب جياله العلاجات تبعو حلقة اليوم موسيقى قبل ما ندوزوا الوصفات نحن نعرفوا ما هو حب شباب حب شباب هو ماردون جيل دي كي سيبتمنيه من كل عشرة ديال المراهقين كي تمظهر لنا في الفيزاج ولا في العنق ولا في أعلى الصدر عن طريق ظهور ديال البوطان غوج البوان نواغ والميكروكيست كذلك نبغو نعرفوا شنه هو الأسباب او شنه هي الأسباب ديال هاد المارات بالنسبة للأسباب ديال المارات حب شباب كتكون لكسي ديال سيكريسيون ديال السيبم ولا جورتوما كتسمى البروبيوني باكتيريوم أكني والإيبر كيراتين اللي كتكون في الوجه وكذلك بعض المشاكل هرمونية اللي كتكون غالبا عند النساء وبعض الأغذية اللي كتسببها في هاد المارات باش ما عاديش نتعطلع لمشاهدين فاوما كتسي نناول الوصافات نبغو نعرفوا شنه هي الوصافات باش نجنب هاد المارات ديال حب شباب بالنسبة للعلاج ديال حب شباب احنا كنعطوهم جموعة من العلاجات اما كريم اما ماسك اما سيروم لكن انا غادي نقطع لكم واحد السيروم اللي هو في المتناول قدر اي واحد يصيبه كيتكون من ربعات الاشياء من الويل فيجيتال الجوجوبة اللي هو هذا ومن الويل فيجيتال ومن الويل فيجيتال ومن الويل ايسانسيال ديال عباتي والتياتري وكذلك من الويل ايسانسيال البولاباند هاد ربعات ديال المكونات كي اعطينا واحد السيروم فعال مجرد ضد اللاكني عموما سواء كان اكني انفلامة ولا اكني سبب ديال لكسي ديال السيروم منسبة لطريقة ديال صناعة هاد السيروم كنستعملو عشرة اميل من زيت الجوجوبة لانه كي حربنا لكسي ديال السيروم لانه لانه ريجلاتور ديال لكسي ديال السيروم وكناخدو الويل دو كالون ديلا لانهو غني بالغيتينويد او البطاكاغوتين اللي كتحاربنا التهاب اللي كيكون مصاحب اللاكني كذلك كنضيفو خمس قطرات من من اللي سانسيال لاغباتي اختارنا لاغباتي لانهو اعطى نتائج ويقضي على البروبيوني باكتيريوم اكني وكذلك اختارنا خمس قطرات من الخزامة لانه فيها مادة لاسيطات الدولينالين وهي انفلامتوار فوق وكن نحرك السيروم دينا مش نملونجوهم زيان وكنخدمو بهم كل ليلة فوق البطان سواء كان في الوجه او فادا وكنغسلو في الصباح بوحد صابون تكون سيغغادية لها محترامة وتكون صابون كيبريتية او صابون طبيعية مهم عموما ضد السابون ما المدالكة مقامة بين هذه الوصفة؟ هذه الوصفة نتبعها ماكسيموم شهر كيختفي اللاكني وممكن انا نرجع لها كل ما يعني احتاجين لهذه الوصفة لان وصفة طبيعية 100% وحتى كونسيرفاسيون ديالها تكون طويلة لان اللاغباتي والتياتري كي حافظونا على هذا الزيت اذا مشاهدين كمشتوا معنا في حلقة اليوم حاولنا اننا نختار لكم موضوع حب شباب فكنا حاضرين معا عتمان الراوي ليعطانا شنا هو حب شباب كذلك اعطانا الاسباب اللي كدخلية حب شباب تكون عند الانسان كذلك اعطانا بعض الوصفات وهي وصفة عبارة عن سيغوم فانتمنى انكم تكونوا استفتوا من حلقة اليوم انكم تجربوا هذا السيغوم مشاهدينا وصلنا لنهاية الحلقة اليوم بسلام عليكم